موسيقى موسيقى هذا صبح تفاجأنا بهذا الفعل الشميع هذا الفعل الإجرامي نصحها التعبير اللي قامت بيه واحد شير ديما ديال الناس لا أعلم الخلفية ديالهم ولكن يعني أن الإنسان أنه يصل أنه يخرب المتالكات الجماعية هذا عمل غير مقبول عمل لن تسكت عليه الجماعة وبالتالي فإحنا رأى خبرنا الشرطة وكان هلمل عبر مزود بالكاميرات وتسجيل أراها السلم لها الشرطة لغالي قامت لي كنشكرها من هذا المنبر لأنه لبت نداء بسرعة وقامت بالخدمة ديالها نتمنى أنهم يتصلوا للجونة هذا يعني لا بد أن يتضربوا بيد من حديد هذه المسألة هذه لأنه الجماعة لن تسكت على هذا الفعل نحن على أبواب شهر رمضان الكريم شهر التسامح شهر الرياضة شهر الغفران وكانت فجأوا أن الناس يجيوا يحرقوا لك الملعب والجماعة كانت على أبواب أنها تنضم دوري لرمضان لتنشيط هذه الملعب ملعب القرب اللي في الأصل ديالها هي ملعب ديال الساكينة ديال المجتمع المداني وأن الإنسان يوصل أنه يخرب لك هذا الشيء أنا كي يبليها بلعنا يعني مسألة غير مقبولة لا يقبله العقل ونتمنى أن القانون يأخذ المجرة دياله وإن شاء الله فهذا النازل له دياله شكرا السلام عليكم رشيدة مسكين رئيس قسم الشؤون القانونية والإدارية الجماعة ديال أكادير كانت تفاجئة هذا الصباح بلهاد الأعمال التخريبي اللي وقع في ملعب القرب ديال الأسكا اللي بعد الشبان أنه مدخلوا بقوة قاموا بقصر ديال السياج الحديدي وجابوا معهم جوج العجالات جوج الروايد وشعلوا العفية والستيران كما تشوفوا وهذا العمل التخريبي نحن كمسلحة شؤون القانونية رادرنا العمل ديالنا بلغنا البوليس وقدروا جميع الإجراءات القانونية بقصد متابعة الجونت لأنه العمل البوليس لنا غادر الخدمة دياله ورادر المعاينة الفعل تخذوا البصمات وتخذوا جميع الإجراءات وكذلك بإعادة نوراكين الفيديو لكين ديال العين المكان لأنه تصور الأشخاص لأنه هناك كاميرا في الملعب لأنه الملعب مزود بكاميرا وتم تسجيل ديالهم وكجماعة لنسكتوش هذا العمل تقريباً لأنه أولاً قبل أن يمس الملك ديال الجماعة لأنه التيرانات الدار لفائدة الشباب لأنهم يلعبوا فيهم ونحن نرى جميع الإجراءات لتبعهم الآخر رمق لنسكتوش ونحن نتبع الجنة بأقصى التهم لأنه العمل تقريباً لنسكتوش كجماعة وكذلك كمواطنين رايين عزيز معكم فائل جمعوي من أساكا ونحن نصنقر هذه المشكلة التي يقع لنمع الصباح ونحن نضرت في خاطرنا الساكينتها تألمت ونحن نقول لكم أتمنى الله يهديد الناس ونحن نريد الإصلاح ونحن نصلح ونحن نصلح ونحن نخرب وين نصلوا إلى بيت الخير؟ نحن نريد أن المدينة تنقق إذا كنا سننققوا واحدة البلاصة وتتوقع على هذه المشكلة سننققوا وكنت منهم الله سبحانه وتعالى لله هدية الشابع والعواشراتي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه فلاشين يوتيوب وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي